حياكم الله وحيا مصر علّه يسمع عبد الكرسي وعبد الأخوان وعبد واشنطن وعبد تل أبيب وصديق بيريز العزيز الوفي الذي ذهب مع الريح علّ مرسي يسمع مصر كانت تسمى أمة الدنيا وصارت تسمى أمة الدنيا مصر البهية العفية الرابضة على كتفين نيل شركة الحرب حين دقت طبولها الجاثمة هرما لا يدان العزيزة الأبية التي سلمها عبد الناصر لأهلها قوة عربية عظمى أراد لها المتعاقبون على حكمها أن تذل وتهان وتستجدي على موائد اللئام مصر التي ارتدت اليوم عباءتها الأصيلة ورمت عن كاهلها عباءات المتسترين بالدين فأذن مؤذنها أن حي على الكفاح الحقيقي في وجه العدو الأول والعدو الأول هو محاولة جر مصر لتكون في حظيرة العمالة لن تكون مصر كذلك وهي التي توحدت في قلوب السوريين مع دمشقها من دمشق هنا القاهرة كرة أخرى بوجه حقيقي حين لم يطق المصريون أن يمر أسبوع واحد على قطع عبد الكرسي العلاقات مع الشام فوأدوا أي حلم له بإيذاء دمشق ودمشق لا تنسى أهلها دمشق التي تتسامى فوق الجراح وتفرح لفرح أشقائها تتسامى مجددا فوق الشماتة فما يهم السوريين هم المصريون أشقاء العروبة ورفاق السلاح شاء من شاء وأبى من أبى اشتركوا في القناة